إعادة بعث مشاريع توسعة شبكة خطوط السكة الحديدية من الشمال إلى الجنوب هذا ما كشف عنه وزير النقل كمال بلجود في جلسة علنية أمام البرلمان إذ تعتبر هذه المشاريع من الأولويات في برنامج الإقلاع الاقتصادي من أجل ربط الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين ومن بين المشاريع نجد خط السكة الحديدية بولاية غردايا الممتدة على مسافة 170 كم والذي يوجد حاليا في مرحلة دراسة الجدوى أما بالنسبة للخط ورقلا حاسي مسعود على مسافة 85 كم فهو في مرحلته الأخيرة مشروع آخر ذو أهمية اقتصادية كبرى يربط القطب النفطي بالموانئ المتواجدة بالشمال الشرقي للبلاد ويخص خطة غرد حاسي مسعود بطول 150 كم بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 62% رغم الصعوبات التي أثرت على وطيرة الأشغال أما فيما يخص الخط شمال جنوب فسيفتتح خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية على طول 250 كم بين بوغزول والأغوار على أن يشرع لاحقا في إنجاز خط آخر نحو بشار وفي سياق استراتيجية تطوير النقل بالسكك الحديدية على مستوى الهضع بالعليا بلغت نسبة الإنجاز بهذا الخط 95% بمد هذه الشبكة من السكك الحديدية يتعزز ربط الاقتصاد الجزائري بإفريقيا لتحتل بذلك الجزائر مكانتها كبوابة للقارضة الصمراء ترجمة نانسي قنقر